السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم في درس الجديد على قناة ديلكم اسفها معا اليوم ان شاء الله سنهضروا على واحد الصدمة جديدة هو اننا سنخلصوه على الهدايا التي توصلنا من خارج المغرب وكذلك صاحب شين بعد ما لقاء الحل بشين فرانس اليوم كذلك تصدموه بقرار جديد اللي صراحة سيغير بزاف ديال الحواج وكذلك سنجلبكم في هذا الفيديو على السؤال المهم اللي كي وصلني من بزاف ديال الأصدقاء هو كيف نقوم بزاف دابا وكيف نأخذ السلع من علي اكسبرس او لا نحبس الشراء حتى تحل هذه المشكلة وفي اخر الفيديو ان شاء الله كان واحد القرار اللي سيعجبكم بزاف وكان وعدكم الى تتبق هذا القرار في جميع المشتريات ديالنا من خارج المغرب خصوصا من علي اكسبرس سيتحل المشكلة ديالهم قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش خوتي دريجهم للفيديو وبرتجوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال اذا على بركتي الله صدماء ورصد ما ما بقيناش عارفين اش نديروه محلتنا الجماريك ولا سبيداف ولا دابا البوستة وهذا الشي كامل على ود منتوج شاوي درهم ولا زوج درهم او لا منتوج اللي جيبينو لاستعمال الشخصي يعني ما غاديش نعودو فيه البع فكيف كتعرفوه مؤخرا ولينا مجباريين اننا ننخلصو 60 درهم ديال البوستة زائد الرسوم ديال التعشير الجمهوروكي بمعنى كتجيب منتوج بدرهم وكان صدقوه مخلصا عليه 70 درهم حتى 100 درهم وهذا الشي صراحه بزاف وحتى القانون اللي صدقوه عليه مؤخرا كان كايقول بلي نسبة تخليص الجمهوروكي زائد ديال بيا ما كيوصلش لستين في المياه اذا نعتبر مثلا نحنا خدينا واحد المنتوج بعشرة ديال الدرهم يعني إلا تطقنا هاد النسبة متعت 60 في المياه فهنا نخلصو عليه 6 درهم بمعنى ان المنتوج غايت تقام علينا ب 16 درهم وهذا كيبقى تماما اللي مقبول نسبيا ماشي بحالي لاجبتي منتوج بعشرة درهم وخلص عليه ستين درهم وهذا الشي كامل اخوتين قدروا مقبله ولكن باش نولي ونخلصو كذلك على الهدايا والكضوات اللي كوصلونا من خارج المغرب من عند العائلات ديالنا والأقاريب فرا هاد الشي بزاف خصوصا ان القانون كيحمي هاد النوع من المعاملات وكيعتبرو مدخلش حقوق وحماية المنتوج الوطن وهادو فقط هدايا وبالتالي فالأقل ما كيتقبلش ان هاد المنتوجات كذلك نخلصو عليهم وانتمنوا من الناس المسؤولين مايدوروش الكيل بالمكيالين ويتعاملوا معنا بالمنطق وبتستبيق القانون كما هو بدون زيادة ولا نقصة وهنا العديد من الأصدقاء قلبوا على شي حل ولا شي طغرة اللي يقدروا يجيبوا بها المنتوجات ديالهم من خارج المغرب وفعلا لقاوا واحد الحل هو انهم كيمشيوا كيشيروا المنتوجات ديالهم من الصين مثلا وكيحاولوا يصفتهم لبعض دول الأوروبية كفرنسا اللي مع فيها من الضرائب على المنتوجات الشخصية والمنتوجات اللي عندها واحدة نسبة يعني صغيرة يعني ما فيهاش منطن كبير فمثلا بعض البنات اللي كانو خدمين في شين بين بعد ما فعولهم تمن توصيل وفعولهم كذلك في تمن المنتوجات في المغرب فاضطر العديد منهم خصوصا اللي عندهم العائلات في أوروبا انهم يحولوا الاسم او الادرس ديال هاد المنتوجات ويصفتهم للأقارب ديالهم في هاد الدول كفرنسا مثلا ومن بعد فاش كتوصل هاد السلعة للطرف الاخر في شيدولة من هاد الدول الأوروبية كيقوموا كذلك وكيخود هاد المنتوجات وكيجمعوا نفسهاك وكيديهم الكار او لا الشاحنات الخاصة بنقل المنتوجات وكيعطي لهم وكيكون واحدة من اللي قليل بزاف مقارنة مع ذلك الشي اللي غايت تقام عليهم إلا يجبوه نشان المغرب لكن للأسف كذلك هاد الدولة تسدت ولحد الساعة العديد من الشاحنات الخاصة بنقل السلع دير اضراب حيث فرضو عليهم يخلصوا على أي منتوج جاي من خارج المغرب وخيكون قديم وبالتالي غايت تزاد ثمن ديال النقل على هاد المنتوجات اللي جاية من أوروبا للمغرب وذاك الهامش ديال الربح اللي كانوا كيربحوه هاد الأصدقاء فغادي يمشي بالعكس غادي يقدروا وقاعي يخلصوا كتر من ذاك الشي اللي خادوا من عند الناس وبالتالي هنا غادي يوقفوا البيزنس أو التجارة ديالهم غادي تسناو حتى تدبان شي طغر أخرى وبالتالي كذلك شين فرانس مشات وغنقول لها باي باي دابا غندوزو للنقطة مهمة أخرى كذلك هو السؤال لكل شي كيسولني على علي اكسبرس واش نشريو ولا نحبسو حتى يفوت هاد المشكيل حتى الأصدقاء فعلا تخلعو وما بغاوش يغامروا بفلسهم واصدقهم حبوسي اللي هم ويضيعوا فيهم فهنا غادي نعاود نكرر الجواب فرا الأصدقاء اللي عندي في الواتساب ولا في تيليجرام ولا في فيسبوك فرا كان نقشو هاد الشي يوميا والجواب را عارفينو بنسبة الناس اللي بايل تحقوا معنا لهاد المجموعات غا تلقاوا الروابط ديالها في الوصف الخاص بهذا الفيديو فهنا كما قلت لكم لحد الساعة باقي كان ناخد من عليكسبرس لكن غالبا كان ناخد المنتجات من الشراء الجماعي اللي كيكون تمان ديالهم قليل بزاف يعني ما كيفوتش عشر ديال درهم وكان اختار كشركة توصيل سبيدوف ما بقيش كان اختار البوسطة حيث البوسطة حيث البوسطة موصلة كسلعة فيها غايت تخلص 60 درهم أما سبيدوف فبقي تقدر تخلص عشراء 15 حتى الـ 25 درهم وفي حالة ما وصلني هاد المنتج هاده وكذلك هاد الشركة ديال سبيدوف فرضت علي الشيء تمان اللي هو كبير بزاف كان ناخد المنتج من الفكتور كان نصوره وكان طلب منه سمحه وكان قول ليه ارجعوا ليه وكان نمشي مباشرة لعاليكسبرس كان نفتح نزاع كان نوريهم صورة ديالت المنتجوج وكان قول ليهم زادوا عليها ثمن إضافي وانا رفضت نخلص هاد الثمن هنا عليكسبرس يكون عندهم حل واحد هو انهم كان يردو ليه الفلوس ديالي مئة بالمئة وهذه طريقة مضمونة حيث فلوسك ما غاد يشضي وكذلك حتى البائع فرع المنتج دياله كيرجع له وكان ملاحظة الله يجزيكم بخير الناس اللي كيشدوا المنتجات وكيقولوا غادي نهرسوهم باش ما يستبدو باش منهم البسطة فرق اخي خاطئ لان هذا المنتج كيرجع للبائع وبالتالي له هرسته فرع البائع هو اللي غادي يضاع فيه وانت رجعتي فلوسك من الموقع يعني هذا العمل يرا حرام ضيعتي واحد اخر فرزقه فلايزيكم بخير الاخوان اللي وصلوش المنتج يصورو ويرضو للشركة هي غادي يترجع لعليكس بريس وبالتالي غادي يترجع فلوسك وكذلك البائع ما غادش يضاع في المنتج دياله وختاما وصلنا للخبر المفرح اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو فك عديد من الأصدقاء اللي بتوصل معي تلقينا واحد الخبر اللي كيف كيف يبن امامكم هو ان عليكس بريس داروا اتفاقية مع سبيداف باش تولي تصلك بلا ما تخلص عليها والو لكن لحد الساعة باقي ما نتفقينش واش غادي نوليو نخلصه مباشرة يعني دك غادي نبقى نخلصه بحال كديرا امازون ولا غادي يكون واحد تعريفة جديدة يعني المنتجات اللي غادي يكون لها الشحن المغرب غادي يكون فيها واحد ثمن اضافي في الشحن او لا غايكون ثمن اضافي على المنتج لحد الساعة باقي ما عرفناش فين غادي تبقى كيف قلت لكم ولكن اللي مهم هو انه كان واحد الاتفاق بين الموقع وبين الشركة منتعة النقل على ان هاد المنتجات ما بقيش نخلصه اليوم حنا في المغرب ان في وقت تخلص في الموقع فمباشرة غادي يصلك المنتجات كبلا ما تخلص عليه حتى ريان انتمنوا هاد الخبار يكون صادق واتبق في اقرب وقت لانه فعلا عنا بزاف ديال المنتجات محتاجه اليوم من خارج المغرب لتمدينهم هنا غالي بزاف فانتمنوا من الله يتحلل هذه المشكلة في اقرب وقت وصلنا اخوتي لنهاية الفيديو الى عجبكم فيديو ديروجين بارتاجه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال الى كانت خويقتي هدية اول زيارة لك للقناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبصلكم جديد ديالنا اول باول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا